أولاً يفوتوني أنني نشكر رجال الصحافة ونساء الصحافة على التضامن ديالهم على الحضور ديالهم ربما سيقولوا قائل أنهم تدروا الواجب ديالهم ولكن لا نحن نشوفوا الناس اللي تتضامنوا معنا ونشوفوا الناس اللي تكتبوا اللي تنقلوا المعاناة ديالنا وقلبهم على قلبنا هيتعارفين أنه هاتش اللي تنعانيه منه اليوم وهاتش اللي تعرضنا له اليوم ما عندهش علاقة بيننا احنا فقط بل هو معرض له أي واحد من ولاد الشعب ومن ابنات الشعب اللي ما عندهش تكنية اللي تتخول له مجموعة من الامتيازات قدنا هذه المعركة في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير عادلة لماذا؟ لأننا اليوم ما تنواجهوش شخص عادي مواطن اليوم ما تنواجهو وزارة العدل في شخص وزير العدل تنواجهو وزير مدجج بالسلطة عنده بزردية الصلاحيات الموسعة يسانده في معركته الإعلام الرسمي الذي أقفل الأبواب في وجوهنا وكأننا لقاطاء أو كأننا غرباء على هذا الوطن نحن أولاد هذا البلاد وتنبغيوا الخير لهذا البلاد ولا يحركون في هذا الشيء كامل إلا غيرتنا على هذا الوطن دخلنا هذه المعركة في ظل صمت المؤسسات وفي ظل صمت الأحزاب السياسية وسيقوله قائل أيضا أنه الأحزاب ما تنعتبره هاش كينا وما عندهاش دور وهذا هذا أمر طبيعي لأنه للأسف طبعنا مع هالفكرة دي لأنه الأحزاب ما بقاتش تقوم بالدور دياله نحن تنعرفه أنه الأحزاب يقول أحد المفكرين أنها أبناء الديمقراطية نحن اليوم عندنا أحزاب متعددة أتشي واحد يشرح لي ما معنى أنه على الأقل أحزاب المعارضة ما تديرش موقف وما تديرش بالاغ شديد اللهجة تدين فيه هاد الأفعال الإجرامية التي مارسها وزير العدل ما معنى أن تتكالب وتتواطى الأحزاب بصمتها ما معنى أنه أحزاب الوطنية وعندها تاريخ عارق تسكت اليوم وما تقدرش تقول وكواك الحق راهد ناس تضلموا شو شي يخليكم يتسكتوا حيدوا لنا من بعدنا فكرة أنكم متواطئين وأنكم مستفيدين وأنه اللي ما كيخليكم تهضروا على هاد الأولاد التعب هو أنكم تستعفلتون تما أولادكم بأي وجه ستواجهون غد المواطن اللي صوت عليكم بأي وجه ستواجهون المواطن البسيط اللي بحرتي يجيبوا أحد القوت اليومي دي الستين درهم سبعين درهم وأنتم اليوم تساهمون في تخريب السياسات العمومية بالمغرب ولكن منقوش لا حياته لمن تنادي بل لا حياء لمن تنادي لأنه اليوم الذي يغيب عنه هو الحياء هو ذلك النخوة المغربية اللي غابت على مجموعة من السياسيين ووزير العدل ليس هو إلا تحصيل وحاصل هو تحصيل هذه الأحزاب السياسية التي توقفت وأصيبت بالعقم وجاه العقر ومن قدشة نجيب لنا النخب السياسية لتشرف البلاد وصلنا هاد المعركة الغير عادية لا وش فضل هاد شي كامل وش تراجعنا ما تراجعناش صمتت الأحزاب وتهرب المحامون الذين كنا كنتظروا منهم وكنا نظن فيهم خيرا تهرب أغلبوهم وجلوهم من أنهم حتيها ظروف الموضوع بل حتي الناس اللي ما زل مسخلوش بلا تصو في الهيئات ما بقاوش يدروا حتياجهم وجادوخ على المنشورات اللي تتعني هذا الموضوع خوفا من أنهم يغضبوا حراس المعبد ولكن وش تراجعن لما تراجعناش معركة غير عاديلة العدورة تعرفونه جيدا كل الظروف تدفعونا نحو التراجع ولكن ما تراجعناش قمنا بوضع مجموعة من الشيكاية وآخرها مقال لإلغاء هذا الامتحان المهزال ولتوقيف الامتحان الشفاوي ونتفاجأ بأنه بعد مرور أربع أيام من وضع هذا المقال للإيقاف هو مقال استعجالي على فكرة ولكم نزد القانون لكم تتعرفوا في كل مقال عنده طبيع الاستعجال نتفاجأ بعد مرور أربع أيام بأنه المقال لم يتم تسجيله بعد فين هو المنطق في هذا الشيء؟ وشتبه لكم هذا أمر طبيعي أنه هو واحد القادية اللي إخدات بعد دولي كتابة الضغط لا توصله لأخبار وما تسجيله للمقال بالأذهب من ذلك نفاجأ بأنه يتم إخبارنا أنه الجلسة ممكن تعين ولكن بعدها مرور الامتحان الشفاوي الضحيك على الضقون ولا ربما يستيزاء بهذا الجراح اللي أعطاهنا هذا الوطن وهذا البلد اللي مادرنا أن تشي حاجة خيبة من غير أننا بغيناه ولكن مش رجعنا له لا لازلنا مستمرين اليوم قبل ما ننهدر على الخطوات السعيدية أنا استفزاني جدا صريح الآخر دي السيد الوزير واستفزاني أكثر أنه يكون هذا صريح مع الصحفي وأنا أقدس مهنة الصحافة ترحماق على هذه المهنة ولو لم أكن محامي ربما كنت اخترت الصحافة لأن هذه المهنة مقدسة المهمة ديالي هي أنها تبلغ الخبر اليقين بطريقة جيدة وبكل حياد كانت تفاجأوا أنه هذا الصحفي يرويج ويسأل سيد الوزير بكل بلودته يقول له هذا الميلف ديالي المحمد التطوى شنو استفتي منه والوزير يجيب حتى هو في السياق سيد الوزير فاش تقول على الميلف التطوى أنت تضربه وجود المحاكم فاش يقول لك الوزير أنه واحد الميلف لازال معروضا أمام القادة تطوى إذا أنت اليوم ما تتعرفش أنه كينين محاكم في هذه البلاد إذا اليوم مؤسسة القادة ما كيناش أو ربما أعرف أنه الأمور ستمشي من تحتها كما عودتنا أدوش تفسيرات اللي ممكن فهموا من هذا الصراح اليوم للأسف مجموعة من طلبة غدين يمشوا في خطوة الإضراب عن الطعام وممكن عودتنا تقولوا أنت يهضروا وموجة وديزة ويغوتوا تيعياء وضيعياء وصافي وليكي لله اليوم آمين ومجموعة من طلبة ماشيين في إضراب عن الطعام وفش تقول إضراب عن الطعام لا تنضربوا واحد الحق مشي غيي على المستوى الوطني الحق في الحياة ترى هو أسماء حق في الاتفاقيات الدولية في العالم واش تتعرفوا واش تتخيلوا ما معنى أنه الإنسان يتخلى عن حقه في الحياة أنه الإنسان ما تتوقع تبالله الحياة تتعني والو إلا كان غادي يعيش فيها مظلوم إلا كان غادي يعيش فيها محقور إلا كان غادي يعيش في هذا في هذا الصمت الراهيب في هذا التواطئ دي المؤسسات ودي المؤسسة القادر كيف سنواجه العالم كيف سنواجه المنتظم الدولي إذا فقدنا آمين كيفاش الدولة بعدها غادي ينتيقوا في هذه المؤسسات إذا فقدنا آمين وغيرهم من طلبة كيف سنقول لأخواتنا والأولادنا غير يقرأوا رأي الأقريتي ويقول لي مجتهدي النصيب كيف سنكون لدينا الإيمان بأنه هو واحد القوانين التي ستطبق على الجميع بدون أن يتخذ بعلا اعتبار الانتماء الاجتماعي والكنية ومجموعة من الأمور كيف سنعيشه مراد المنزال اشتركوا في القناة